اشتركوا في القناة البصر ينذر بكارثة بيئية وزراعية تطال البشر والحجر ولدينا ايضا في عنويننا دعوات لاضراب عام في نقابة المعلمين في محافظة صلاح الدين ومحافظة النجف تستجيب ولدينا ايضا ضمن العنوين النزاعات العشارية في العراق تثبت غياب القانون وضعف السلطة في السيطرة على الميليشيات اهلا بكم خلاف كبير حدث داخل وزارة الموارد المائية بين النائب زياد الجنابي وبين حماية الوزير بعد منع النائب من قبل الحماية من الدخول ومقابلة الوزير دعونا نمشهد ايضا ضمن العنوين نفهم من هذا المقطع نقطتين مهمتين النقطة الاولى هي الحالة العادية التي تعودنا عليها منذ بدء الاحتلال ومنذ قدوم هذه الشخصيات حتى هذه اللحظة موضوع الحماية وموضوع الحرس الموجودون بقرب الوزير بقرب المسؤول النائب او غيرهم والذين يقومون بحمايته احيانا حتى من المقربين منه من ما يوازونه في المنصد لكن بطرق غير دبلوماسية بعيدة عن الاعراف والتقاليد عن الاحترام النقطة الثانية المهمة التي يمكن ان ننتبه اليها في هذا المقطع وهو حديث النائب عن تمثيل البرلمانيين للشعب يقول بانه نحن نمثل شعب نحن ممثلون لشعب بالضبط او السؤال الذي يوجه طبعا لهذا النائب ولكثير من النواب ما الذي قدمتموه للشعب لكي تتحدثوا بتمثيله ليس انت فقط زيادة الجنابية او غيرك الكثير من النواب الموجودين الان في قاعة البرلمان يتحدثون باسم الشعب وبمظلومية الشعب وان الشعب هو الذي اوصلهم الى هذه المناصب لكن يهملون طبعا التزوير في الانتخابات ويهملون حال المواطنين الذين يعانون والذين يتحدث بهم هؤلاء النواب عن تمثيلهم دعونا نشاهد الوجه الاخر من التعامل ما بين الحمايات المسؤول ومن بين المواطن العادي تابعنا كيف تعاملت الحماية مع النائب دعونا نشاهد الان حدث قرب قيادة عمليات بغداد اثناء مرور موكب احد المسؤولين تفاجأ مواطن بتعرض سيارته للضرب من الخلف من قبل حماية احد المسؤولين واثناء ترجل السائق من السيارة لكي يعرف السبب قال له احد افراد الحماية بالنص ادوس على راسك واطلع انا ويايا شخصية طبعا هذه الجملة نقلناها نصا بحسب صاحب المقطع المشهور دعونا نشاهد يلا تعال تصعد عليا خلا شوف اكمالا شو تصعد عليا ياهو ياهو المسؤول الرئيسي من هنا من هنا ننظر ابني ويقول لي اصعد عليا كشون يصعد عليا هاي سيارة لكيرة يقول لي اصعد عليا اشو تصعد عليا يلا اشو تصعد عليا يلا روح ارجع يامي السيارة يلا فgradهي ليس شيئا أنا هنا جايا يصور لا يوجد شيئا بهذه الطريقة وبهذه الألفاظ وبهذه الجمل وأحيانا بضرب حقيقي يتم الاعتداء على المواطن فحال لو فكر أنه لا يضائق السيد المسؤول الذي يتجول أحيانا في الشوارع بخلاف طبعا أنه الشوارع تغلق ويؤتدى على سيارات المارة ويؤتد على المواطنين الذين يقطعون الطريق المسؤول مهما كان هو المسؤول مهما كان منصبه لكن لديه حماية يتنمردون طبعا على المواطن البسيط وبهذه الألفاظ والعبارات التي استمعتم نأتي إلى موضوع آخر بالفيديو الذي ستشاهدونه الآن سداد هور الحويزة وملوحة المياه تهدد بارتفاع طبعا وسط تهديدات بارتفاع نسبة الملوحة وبتلف محاصيل الفلاحين في 25 ألف دونامين من الحنطة دعونا المشاهد يالله السلام عليكم ورحمة الله أخواني اليوم الاثنين 11-2-2019 الآن نحن متواجدين على لسان عجير دي اللي هو الحد الفاصل بيننا وبين ميسان هاي صفحة البصرة ما تلاحظونها وهذه اللي هي محافظة الأمارة الحد الفاصل بيننا أخواني هاي لسانة لأهل الأمار قبل فترة نشر الفيديو وحذرتكم من أدى لأسف محدي يأخذن يعني محسي محاجين وجاي حضركم مرة الثانية باعوا سدتكم اللي هي اللي سانع جير دي لاحظوا اخوان لاحظوا اخوان هاي ما راح تسمد وي الماء جاي شوفونها يعني شوف الماء شون قوي جاي يصعد يوم عن يوم وهاي إذا ما تلاحقونها وتحطو لكم بوريات ثانية بجهة محمية الصافية وتخفف الضغط عنكم ترى حتى هاي السدة ما راح تسيطر عليها ونفس السدة اللي وضحتوها بيننا وبين الجانب الإيراني البار حنهارت وهسا راح أصورها إليك وانشركيها على المقر اخوان لاحظا هذا الحد الفاصل مع اللسان إيجادة هاي اللي قبل شووش انتصار بيه هاي اللي قبل فترة قلت لكم راح السرية اللي فاضت وهذه السدة اللي حذرنا من احتها ومع الأسف ما سمعتونا وبنفس الوقت الاخوان بالعمارة كانوا متهيئين ومحاطية ومسدة على احتبار انه حتى يحجزون الماء باتجاه الاعمار اخوان لاحظا جاي تلاحظونهم هذا الحد الفاصل بين الاعمارة والبصر من الجهة ديرة البارحة نفس الوضع طارت السدة وهس الحالين هذا الماء جاي يدخل باتجاه نهر السويد هاد اخوان جاي تلاحظون هادي جهة العمارة وهي السدة اللي حذرنا من احتها على الأسف ما سمعونه وتحول البارحة يعني هذا مقطع جديد يعني اليوم صورت اليوم داعش اثنين 2019 اليوم الاثنين تباعوا له ولو مسافة ما قدر طين ما قدروا طباب لا تلاحظونها هاي جاي والماي شون جاي يطب يعني اليوم البارحة بالليل انهارت السدة تقنيبا اليوم ماشى اكثر من اثنين كيلومتر بداخل البصر اتجاه السويد فالحد هنا نوف اس النوب هاي وين هاي صارت مشكلة البصرة بعد الاعمارة ما عليها علاقة الحد هنا العمارة رادت تحافظ على اهوارها وانهارت اول بارحة سدة والبارحة سدة الثانية هاي اخواننا انتبهوا لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم اسعد المالك متابع ايضا متظاهرون وناشطون يقومون بجولة الى انهار محافظة البصرة التي اصبحت مكبل للنفايات في احد الخطوط الحمر كما سماهم احد المتظاهرين اقدم لكم فينيسيا الشرق فينيسيا الشرق سابقا لكن بجال الخطوط الحمر العفو صارت مزبلة الشرق هاي الانهار اللي كانت بها اسماك وما شاء الله وبساتي من الجهتين هسا حاليا عبارة عن مياه مجاري هسا ما نعرف يعني هاي ياريت البصرة ياريت البصرة يعني مو فقيرة ياريتها فقيرة ياريتها فقيرة حتى نقول يابا مثلا مشكال هاي الانهار هسا حاليا المكد جاي يدفع بالججر وين يصب يصب بشط العرب وقال لك يا اهل البصرة يسمونهم مياه الملح عمين يسمى منها ترقعت السوداء مختبريا مختبريا حاليا لو مياه البصرة اللي لقوها نسبة الكبريت كلش عالية وهي عبارة عن فضلات فضلات سامة الفضلات البشرية هاردي أقول والبصرة ما شاء الله بيها يمكن حوالي عشرين إلى ثلاثين نهر مثل هذا عينته مثل هذا وكل هين يصب بشط العرب كل هين يصب بشط العرب هاردي أعرف المليارات وين راح تروح هاي وحدة اثنين القضية الأخرى المصيبة الأخرى هم نرجع السنة الثانية وهم تسمم ثلاثة إلى محافظة البصرة أسميك الشريف مستحيل لأن قياسنا على المهازل هو أنت عبارة عن شخص وصخ لأنه هذا والله يعني أنا أرد زوع من هاي الريحة أرد زوع من هاي الريحة ريحة إنسان ميت لما تصرف 109 مليار دينار عراقي فقط على الآثاث زين هاي الواذي مننا ومننا نمواتي يعني ما معتبرينهم بشر لو أنا أقول لك أنتم أصلاً ما معتبرين أهل البصرة بشر مع العلم البصرة سيدتكم وولية نعمة العراق البصرة لكنه المصيبة بأهل البصرة إنه ما يعتبرون أنفسهم أنفسهم وما يعتبرون أنفسهم هم أولاً والآخر ثاني وهي هاي الحقيقة ولذلك هي هاي النتيجة رسالتي إلى أهل البصرة إلى الحكومة ما أعرف يعني هاي مصيبة دائمة مستمرة الخير علينا من تسمم من سرطان من من إلى آخر هاي فينيسيا شرق هاي اللي أصلاً معدلها معدلها على أساس تكون فعلاً فينيسيا لأنه البصرة بمستوى سطح البحر ماء أن يقام عليها سد كل الأنهار تنميلي مياه وينما تريد تقيم استثمار وينما تريد تبني لك عمارة تسوي كورنيش تسوي حدائق تسوي مولات لأنه دائماً الماء بصفة الاستثمار السياحة وإلى آخره لكنه بجال الوصخين بجال الوصخين اللي حكمونا حتى السابقون انتم بيضت وجوههم مع الأسف الشديد يعني هي هاي اللحة الوصخة اللي كنا نتوقع لو أن صاحب العمامة مسك البلد لكانت أبوابكم وشبابيكم من الذهب أخو إيج ذهب هذا أخو إيج ذهب تشترون؟ عمار دين بيع البلد ريد نشرد من خلقتكم الزفرة وشكراً مواطن آخر يتحدث عن كيف كان نهر الخندق في البصرة وكيف أصبح الآن مكبًا لمياه الصرف الصحي ونفرية طبعاً هذا النهار مال الخندق سابقاً نسبح بيه ونشرب حتى ماء من عنده ونصيد من عنده سمج وهسا جاي تشوفون الزبل والغاذورات والمياه الثقيلة كلها ونفرية اعتناء ماكو البصرة نهائياً يعني كل من يجي يخليه بجيبه المحافظة أي محافظة يجي إني ما لعلاقة المهم يقعد على الكرسي وياخذ حصتين ويمشي تلقى النواب مال المحافظة لعضاء المجلس المحافظة نفس الحالة البصرة مملية كلها الزبل وغاذورات تشوفوا الشوارع الرئيسية اللي عندنا الموجودة يطلعون ينظفوها بس تأدخل الداخل تأدخل الداخل وشوف المعانات اللي احنا نعاني من عندها يعني أهل البلدية ماكو كل عمل ماكو بس الطرق الرئيسية الموجودة هسا عندنا بالبصرة النهر النهر هسا لا تباو عليه يعني حتى تشيز نفسك من عنده ماكو هاتشي ما عايشين هاتش حالة أنا هسا تشوفني عامل سبعة وخمسي سنة يبكن ست دول ارحت ست دول او سبع دول يعني ماش مت هاتش طرقاء عامل هاي طرقاء اللي احنا عايشينها يعني هسا هابه بشرفكم نهر احسا خلي واحد يباو عليه هسا الناس حتى من الريحة هسا من الريحة هميناء ظلت تتمرض هاي أطفالني صدقوني من هال هاذ الريحة وهل المأسات يعني كلها امراض وشوفوا الامراض ودعدني هسا ما شاء الله على قدم نوساق هسا احنا من نرجع ونحكي يمكن يقولون هذول يعني تيينة بلوة من نحكي يقولون هذول صداميين بحثين هاي بعض مشكلة اللي ما راح تنتهي هسا احنا نريد نعيش هسا واقع الحال ننتقل الى موضوع اخر طبعا واقع التعليم في العراق الان بانهيار مستمر في ظل التردي وفي ظل الاحمال المتعمد ربما كما يراه البعض لقطاع التعليم من اجل اصلاح العملية التربوية والمطالبة بحقوق المدرسين والمعلمين وتثبيت المحاضرين دعت نقابة المعلمين في العراق الى اضراب عن الدوام الرسمي يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر الشباط الجاري في جميع مدارس العراق بيانوا نقابة المعلمين فرع محافظة صلاح الدين حول الاضراب عن الدوام دعونا نشاهد بسم الله الرحمن الرحيم الى ادارة المدارس في المحافظة كافة الموضوع بيان حول الاضراب يومي السابع عشر والثامن عشر شباط الحالي تهديكم نقابة ناطب تحية تنفيذا لمقرارات المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين المركز العام للعدد سبتعاش فيه خمس وعش Traffic 2012 2018 المتضمن اشداء اضراب يومي السابع 16-12 باطل الحالي عن الدوام الرسمي وكتاب المركز العام المرد راعة 18-19 فيه سبعالторы 2019 المتضمن اجرارات تمحيط قرار الاضراب ندعوكم الى التعامل الجدية مع قرار الاضراب وتحمل المصولية كاملة من خلال الامتناع عن الذهاب إلى المدارس وليس التواجد فيها كون ذلك سيشكل فهما قاطئا للقرار أعلى كما ندرككم إلى التواجد في المقرات النقابية بالنسبة للقطاعات ومقر الفرع بالسادة أعضاء الهيئة الإدارية علما أنه سيحدث موعد لاحق لاجتماعات مركزية بعد يومي الإضراب لتقييم هذه الإجراءات وإتخاذ القرارات الكفيلة باسترداد الفروق المشروعة راجين تعاونكم معنا وتفرونكم للقرار أعلى خدمة للمصلحة العامة ومن الله التوفيق قال أستاذ مجيد عبدالله النجم رئيس فرع نقابة المعلمين في صلاح طبعا نقابة المعلمين في محافظة النجف آلنت مشاركتها في هذا الإضراب المقرر يومي السبع عشر والثامن عشر من شهري شباط الجاري نقابة المعلمين فرع النجف الأشرط تعلن إضرابا عن الدوام يوم الأحد سبع عشر ويوم الاثنين ثمنتعش الشباط الفين سع عشر من أجل انتزاع الحقوق قرار نقابة المعلمين المركز العام ومجلسه المركزي سينفذ يوم الأحد والاثنين سوف نقول بتفعيل هذا القرار لنقابة المعلمين المركزية بالعراق نتكاتف لاستحصال حقوقنا المشروعة معا معا للأضراب لانتزاع الحقوق أخوتي وخوتي زبلاء المعلمين متقانا إن شاء الله في أضراب المعلمين فرع النجف الأشرط مظلومية المعلمين كتنزم في أضرابنا في يوم سبع عشر منتعش لانتزاع حقوقنا الشرعية ممن حجبها علينا المعلم قيمة يجب إعطائه حقوق قيمة المعلم مغسور عليك على السلطة على الدولة على الرجوم أن ترعى هذا الرسول ننتقل إلى موضوع آخر ربما من أزمات هذا المجتمع ومن أزمات هذا البلد الذي يعيشه حاليا هو موضوع الميليشيات وانتشار السلاح في العراق بشكل عام طبعا هذه الفوضى التي تحدث الآن العشائر للأسف الشديد كثير من العشائر الموجودة في العراق تحديدا في المناطق الجنوبية التي تمتلك السلاح وتمتلك الأفراد والتي تتحول شيئا فشيئا من أخلاقيات عشائرية لها قيم ومبادئ إلى أساليب والسلوك عصابات عصابات شوارع للأسف الشديد بطريقة متخلفة وجاهلة الدقة العشائرية هذا المصطلح رغم حديث السلطة عن محاولة منع انتشار السلاح والميليشيات لكن الميليشيات أصبحت أقوى من الدولة طبعا أقوى من الدولة في إحدى مناطق بغداد نتابع الآن إطلاق نار وترويع للمواطنين متحدين الحكومة وقانونها في تجريم مثل هذا العمل لأن سلطة الميليشيات الآن أقوى من سلطة القانون في العراق كما يرى العراقيين دعونا نشاهد ديك قال أبو الحكومة لأبو حتى أربع عراق ديك ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم الجديد بفقرة أرائكم بعد قصيداته التي امتدح فيها صدام حسين وانتقد الأحزاب الحاكمة تم احتجاز الشاعر صلاح الحرباوي على ذمة التحقيق في قسم مكافحة الإرهاب بمدينة ناصرية ومن المقرر أن يعرض اليوم أمام القضاء يذكر أن مجلس القضاء الأعلى كان قد نفى في وقت سابق إصدار قانون تجريم تمجيد صدام حسين إلا أن هذا النفي يبدو إعلاميا فقط دعونا نشاهد الصور بالنسبة للشاعر الذي تم اعتقال هذا وهذا هو الشاعر طبعا بأحد القصائد التي انتقد فيها الواقع المأساوي الذي يعيشه العراقيون وهذه صورته طبعا بعد أنه اتقل دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع في موقع فيسبوك فهد يقول وين حرية الرأي لعد؟ هو شاعر ويكتب شاعر على المواقف حكومة ما تعرف غير بس تعتقل وتقتل في تعليق آخر علي يقول مو على أساس أكو فقرة بالدستور اسمها حرية التعبير عن الرأي أشوعدنا اللي يحتي قبل يعتقلو في تعليق آخر حميد الأذيب يقول رجل ما قال شي مجرد انتقد الوضع الحالي وقال هناك قبل أمور كانت أفضل منها الأمن وما شاكل ذلك لكن وهذا لسان حال كل العراقيين زهراء تقول مو دقولين دولة ديمقراطية لعدوينها لو حالها حال النفط والخيرات منهوبة مو دقولون يعني في تعليق آخر شذا تقول لازم أهل النصرية يطلعون تظاهرات ويعتصمون لأن هذا الإجراء بحق الشعب مخالف للدستور الديمقراطي الذي يمنح المواطن حرية التعبير ولدينا رياضة يقول بس قادر القانون على الفقير وين الحرية والديمقراطية من حق يعبر عن رأيه إذن كانت هذه التعليقات من المشاركين على موقع فيسبوك هذا جزء منها وبإمكانكم طبعا تتابعوا الصور وتعلقوا أيضا إن أردتم على هذا المنشور نراكم بعد قليل بفقرة الهاشتاغ الوسم اليوم سيكون عن التعليم في العراق التعليم إلى أين؟ هذا هو الهاشتاغ الذي انتشر والذي فعل معه الناشطون العراقيون محمد يقول أتمنى تغيير المناهج بالنسبة لطلبة الصفوف الابتدائية فشل التربية والتعليم بالعراق بات واضحا من العام 2003 ولحد الآن في تزايد لا يوجد مسؤول شريف قدر ينتبه لموضوع التعليم لأن الكل ملتهي وثانيا هم أصلا عربا شيئا ما يفهمون شيء من التعليم والتربية في تغريدة أخرى بشاري يقول المناهج وطرق التدريس وبنايات المدارس وأسلوب الإشراف كلها معرقلات لتقدم التعليم في تعليق آخر أحمد يقول إنقاذ البلاد يأتي من الاهتمام بالتعليم والمناهج لا وضع التعجيز وتدمير الأدمغة بمفردات غير تربوية وفي آخر التغريدات لدينا محمد يقول النهوض بالواقع التعليمي من أهم الأمور التي تساعد في تطوير البلد هذا طبعا وقع الحال يعني التعليم من أساسيات النهوض بأي مجتمع الثقافة والتعليم الجيد والصحة والقضاء طبعا العادل هي مقاومات مجتمعات دائما ما تكون لكي تنهض هذه المجتمعات يجب أن يكون فيها عدل وأمان وصحة وتعليم يعني هذه أساسيات الحياة التي تتوافر في كل المجتمعات المحترمة التي تعتني بمواطنها ليس كما العراق نراكم بعد قليل بفقرة بعض الهاشتاغ سنعرض المقطع لحضراتكم الآن لكن أود أن أذكر شيئا قبل أن نعرض هذا المقطع عندما كان تنظيم الدولة موجود في العراق وظهرت هذه الأمور التي تتعلق بتجنيد الأطفال شاهدنا انتفاضة من قبل السياسيين الموجودين في السلطة وقادة الميليشيات لكي يقولوا بأن تنظيم الدولة هذا التنظيم الإجرامي الذي يقوم بتجنيد الأطفال وزجهم بالمعارك بعدها فضحت مقاطع وكشفت وتسربت من قبل عناصر في القوات الحكومية في العراق والميليشيات ميليشي الحشد وغيرها وهم يقومون بعملية تجنيد للأطفال دعونا نشاهد الآن اليوم العالمي لمكافحة تجنيد الأطفال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ننتقل إلى موضوع غريب مطعم يقدم وجبة واحدة دعونا نشاهد ترجمة نانسي قنقر للأسف المطبخ الفلسطيني تقلص لحرب الحمص والفلافل بيننا وبين إسرائيل ولمين ملكية الحمص والفلافل؟ أنا برأيي مش مهم الحمص والفلافل؟ المهم نبتة الخبازة ونبتة الهندبة والمهم مسخن والمهم السماك والعكوب واللبن جميد والمهم لطحنية اليوم شفات الإسرائيليين بقولوا لطحنية إسرائيلية لا هي فلسطينية الإسرائيلية وأحسن طحنية بالعالم موجودة بنابلس وبالقدس هذا الهدف أن نحن لازم نرجع نفتخر بما تشاهدنا في الختام أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء